بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين نبينا محمد عليه أفضل وصلاة وأتم تسليم أبناء الطلاب بنات الطالبات أسعد الله وقاتكم بالخير والمسرات معكم معلمكم الأستاذ علي القحطاني ويرافقني في لغة الإشارة زميلي الأستاذ عبد السلام المغينين بمشيئة الله نستكمل وإياكم دروس مادة الرياضيات للصف السادس الابتدائي درسنا اليوم يا مبدعين يا مبدعات يحمل عنوان محيط الدائرة فكرة الدرس اليوم أبناء بناتي أقدر محيط الدائرة وأجده لدينا مجموعة من المفردات الجديدة وهي الدائرة المركز الوتر القطر محيط الدائرة نصف القطر إذن هذه المفردات أبناء بناتي بإذن الله في تناية درس اليوم سنتعرف عليها إذن ننطلق وإياكم مع هذا الإسعداد وفيه نقول الجدول أدناه يوضح المسافة التقريبية حول الدائرة نضع بين قوسين المحيط والمسافة عبر مركزها القطر والمسافة من المركز إلى الدائرة ونطلق عليه نصف القطر لدوائر مختلفة هنا أبناء بناتي هذا هو الجدول الذي أشرنا إليه هنا لدينا سؤالين يقول صف العلاقة بين القطر ونصف القطر في كل الحالات الموجودة هنا القطر وهنا نصف القطر ماذا نرى بينها في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية وفي الحالة الثالثة تفضلوا يا مبدعين فكروا بالإجابة هيا مبدعين هل استطعتوا؟ بارك الله فيكم إذن نصف العلاقة نستطيع أن نقول أن القطر يساوي مثلي نصف القطر إذن هنا نصف القطر واحد ونصف إذن مثلي ثلاثة إذن هو القطر صح أو لا لا؟ مبدعين بارك الله فيكم ونستطيع أن نراها في الحالة الثانية وفي الحالة الثالثة الآن يقول في السؤال الثاني صف العلاقة بين المحيط والقطر في كل حالة نريد أن نصف هذه العلاقة بين المحيط والقطر هل نستطيع؟ لدينا هنا المحيط ولدينا القطر تفضلوا يا مبدعين هيا مبدعين هل استطعتم أن تصفوا هذه العلاقة؟ مبدعين بارك الله فيكم إذن نستطيع أن نقول المحيط يساوي ثلاث أمثال القطر تقريباً صح أو لا يا أبطال؟ مبدعين أسعدكم الله إذن منها ننطلق أبناء بناتي إلى هذه المعلومات والمفهوم الأساسي هنا نقول الدائرة هي مجموعة النقاط في المستوى والتي لها البعد نفسه عن نقطة معلومة تسمى المركز أما الوتر فهو أي قطعة مستقيمة طرفاها على الدائرة إذن أبناء بناتي هنا مركز الدائرة النقطة التي أسميناها مركز الدائرة إذن أبناء بناتي نرى أن المسافة من الدائرة إلى المركز ثابتة في كل الاتجاهات إذن أبناء بناتي نستطيع أن نقول محيط الدائرة هي المسافة حول الدائرة إذن محيطها هي المسافة حول الدائرة نصف القطر هو المسافة بين مركز الدائرة ونقطة على الدائرة إذن المسافة من مركز الدائرة إلى أي نقطة على هذه الدائرة نطلق عليها نصف القطر طيب القطر أبنائي بناتي هو أطول وتر وهو المسافة بين نقطتين على الدائرة والمرة بالمركز إذن أي نقطتين على هذه الدائرة ولكن شرط أن تمر بماذا؟ تمر بالمركز إذن أبنائي بناتي بهذا الشكل استعرضنا هذه المعلومات الآن لدينا هذا المفهوم الأساسي عن القطر ونصف القطر قطر الدائرة نرمز له بالرمز قاف يساوي مثلي نصف قطرها والتي نرمز لها بنون قاف إذن بالرموز نستطيع أن نقول القطر يساوي اثنين نصف القطر إذن اثنين مضروبة في نصف القطر وكذلك نستطيع أن نقول أن نصف القطر يساوي نصف القطر بارك الله فيكم نصف مضروبة في القطر إذن بهذا الشكل استعرضنا هذا المفهوم الآن ننتقل إلى هذه الأمثلة ومع هذا المثال يقول أوجد نصف قطر دائرة قطرها أربعة عشر سنتيمترا إذن مطلوب أن نوجد نصف القطر إذن هذا الوتر أبنائي بناتي المار بمركز الدائرة نطلق عليها القطر نريد نصفها أبنائي بناتي هنا أربعة عشر سنتيمترا إذن نصفه كم سيكون نقول نصف القطر القطر تقسيم اثنان إذن أربعة عشر تقسيم اثنان تساوي كم؟ تساوي سبعة وهي نصف الأربعة عشر إذن نصف القطر يساوي سبعة سنتيمترا الآن ننتقل إلى المثال التالي وهنا يقول أوجد قطر دائرة نصف قطرها ثمانية متر إذن لدينا هذه الدائرة ولدينا هنا نصف القطر ثمانية متر نريد القطر أبنائي بناتي إذن أقول القطر يساوي اثنين مضروبة في نصف القطر اثنان مضروبة في نصف القطر نصف القطر كم؟ ثمانية إذن اثنان ضرب ثمانية يساوي كم؟ ستة عشر والوحدة هنا متر إذن القطر يساوي ستة عشر مترا إذن بهذا الشكل أبنائي بناتي استعرضنا المثال الثاني ننتقل إلى خطوة تحقق من فهمك وهنا يقول أوجد نصف القطر أو القطر لكل دائرة مما يأتي وهنا أعطاني ألف القطر ثلاثة وعشرونة ملي مترا يريد نصف القطر وهنا في باء نصف القطر ثلاثة سنتيمترا نريد ماذا؟ مبدعين نريد القطر وتفضلوا يا مبدعين ترجمة نانسي قنقر هاي مبدعين وصلاة الإجابة بارك الله فيكم إذن نستطيع أبناء براتي أن نقوم بها بالتالي القطر هنا ثلاثة وعشرونة ملي مترا نريد أن نوجد نصفه إذن سأقوم بماذا؟ بقسمة ثلاثة وعشرون على اثنان كم سيكون يا مبدعين؟ بارك الله فيكم يا أبطال إذن نستطيع أن نقول أن الإجابة هي أحد عشر ونصف ملي متر إذن بهذا الشكل أوجدنا هنا ماذا؟ ما هو هذا؟ نصف القطر إذن نستطيع أن نقول نصف القطر ونرمز له بهذا الرمز يساوي أحد عشر ونصف الآن أبناء بناتي فيباء لدينا نصف القطر وهو ثلاثة سنتيمترا نريد القطر إذن ماذا أفعل؟ أقوم بضرب نصف القطر في اثنان إذن يا مبدعين أقول اثنان مضروبا في ثلاثة يساوي كم؟ يساوي ستة إذن القطر أو عفوا هنا دعوني أخرج الإجابة أولا هيا أبطال إذن نقول هنا القطر ونرمز له بقاف يساوي ستة سنتيمترا إذن بهذا الشكل أجبنا على فقرة تحقق من فهمك الآن ننتقل إلى هذه المعلومة أبناء بناتي والمفهوم الأساسي الذي يليها يقول هنا يزيد محيط أي دائر قليلا على ثلاثة أمثال قطرها ويستعمل الحرف الإغريقي باي الذي نقرأه بالعربي باي أو الحرف ط لإيجاد القياس الدقيق للمحيط والقيمة الدقيقة لط هي أبناء بناتي هذا الرقم أو هذا العدد أبناء بناتي أسعدكم الله ونرى هنا أنه يستمر أبناء بناتي إذن حتى أوجده بدقة فسيكون من الصعب عليه تحديده بدقة ولكن أستطيع أن أحدده بشكل تقريبي لذلك ننتقل إلى هذا المفهوم الأساسي وهو الذي يتحدث عن أو يوضح محيط الدائرة فنقول محيط الدائرة والذي نرمز له بميم ح يساوي حاصل ضرب ط في قطرها والذي رمزنا له بقاف أو ضرب اثنين ط في نصف قطرها والذي هو نقل الآن بالرموز نستطيع أن نقول محيط الدائرة يساوي ط مضروبا في القطر أو محيط الدائرة يساوي اثنان مضروبا في ط مضروبا في نصف القطر أبناء بناتي ويمكنك تقدير محيط الدائرة وذلك بتقريب قيمة ط إلى كم؟ إلى ثلاثة إذا نستطيع أن نقربها الآن إلى ثلاثة صح ولا لا يا أبطال؟ مبدعين الآن أبناء بناتي بعد هذه المعلومة ننتقل إلى الأمثلة التالية وهنا نقول بارك الله فيكم قدر محيط كل دائرة مما يأتي السؤال الثالث لدينا هنا أو المثال الثالث قطر الدائرة 9 سنتيمترا إذن أبناء بناتي نريد محيطها فنقول المحيط يساوي ط مضروبا في القطر ط تقريبا يساوي ثلاثة ثلاثة مضروبة في كم؟ في تسعة إذن أبناء بناتي ثلاثة ضرب تسعة يساوي كم؟ سبعة وعشرون إذن المحيط يساوي سبعة وعشرون سنتيمترا تقريبا طيب يا أبناء في المثال الرابع لدينا في هذه الدائرة نصف القطر يساوي كم؟ ستة مليمترا إذن نصف قطر الدائرة ستة مليمترا فالمحيط يساوي أو محيط الدائرة 2 مضربا في طاء مضربا في نصف القطر أبناء بناتي إذا نستطيع أن نقول 2 مضربا في 3 وهي طاء تقريبا أبناء بناتي مضربا في نصف القطر وهو 6 إذن 2 ضرب 3 6 6 ضرب 6 يساوي 36 إذن المحيط يساوي 36 مليمترا تقريبا أبناء بناتي إذن بهذا الشكل استعرضنا هذه الأمثلة الآن ننتقل إلى تحقق من فهمك وهنا يقول قدر محيط كل دائرة مما يأتي وتفضلوا يا مبدعين ترجمة نانسي قنقر هيا مبدعين هل استطعتم تحديد قطر أو عفوا محيط كل دائرة من هذه الدوائر المعطاة في السؤال دال وسؤالها مبدعين بارك الله فيكم إذن في السؤال أبناء بناتي دال هنا لدينا القطر الدائرة 7 سنتيمترا إذن حتى أوجد محيطها أبناء بناتي أو أقدر محيطها سأقوم بضرب ماذا؟ طاء مضروبا في القطر طاء يساوي تقريبا ثلاثة ثلاثة ضرب سبعة يساوي كم؟ واحد وعشرون إذن نستطيع إيجابة بهذا الشكل المحيط يساوي طاء مضروبا في القطر ومحيط تقريبا ثلاثة ضرب سبعة إذن المحيط يساوي واحد وعشرون سنتيمترا الآن الفقرة ها وهنا لدينا نصف القطر يساوي خمسة متر إذن أبناء بناتي نستطيع أن نجدها بطريقتين بكل سهولة الطريقة الأولى ما هي؟ أن أطبق وأقول المحيط الدائرة يساوي اثنان مضروبا في طاء مضروبا في نصف القطر وكذلك أستطيع أن أقول هنا نصف القطر خمسة إذن القطر كم سيكون؟ مبدعين تعلمناها عشرة إذن أستطيع أن أضرب مباشرة ثلاثة مضروبة في عشرة صح ولا لا يا مبدعين؟ بارك الله فيكم إذن بأي طريقة من هذه الطرق نستطيع إيجادها فنقول هنا المحيط يساوي أطاء مضروبا في القطر بارك الله فيكم وبالتالي نقول أن المحيط يساوي ثلاثة مضروبا في عشرة وهنا نقول تقريبا لماذا؟ لأن الثلاثة ليس الرقم الدقيق لقيمة طاء أبناء بناتي بل هذا الرقم التقريبي فنقول ثلاثة ضرب عشرة تساوي ثلاثين مترا تقريبا أسعدكم الله بهذا نكون استعرضنا فقرة تحقق من فهمك الآن ننتقل وإياكم إلى هذا المثال وهنا يقول أوجد محيط دائرة قطرها أربعة سنتيمترا مقربا إلى أقرب جزء من عشرة ولدينا أبناء بناتي طريقتين الطريقة الأولى أن أستعمل طاء والتي تساوي تقريبا ثلاثة وأربعة عشر جزء من مئة إذن أقول طاء مضروبة في القطر طاء ثلاثة فاصلة أربعة عشر جزء من مئة مضروبة في كم؟ في أربعة وهنا القطر أربعة سنتيمترا إذن تساوي إثنى عشرة وستة وخمسين جزء من مئة هذه الطريقة الأولى بالطريقة الثانية أبناء بناتي أستطيع أن أستعمل الأهل الحاسبة فأقول أبناء بناتي محيط الدائرة يساوي طاء مضروبا في القطر وطاء هنا أبناء بناتي سأضربها في كم؟ القطر أربعة إذن بالآلة الحاسبة أبناء بناتي سأقوم بضغط هذه العلامة أو هذا الزر ومن ثم علامة الباي ومن ثم أبناء بناتي الضرب ومن ثم القطر الذي هو أربعة ومن ثم أضغط انتر أبناء بناتي إذن سيخرج لي الإجابة بهذا الشكل أبناء بناتي لذا فمحيط الدائرة وكما طلب مقربا إلى أقرب جزء من عشرة هنا أقرب جزء من عشرة إثنى عشرة وستة من عشرة وهنا كذلك نستطيع أن نقول إثنى عشرة وستة من عشرة إذا قربناها إلى أقرب جزء من عشرة وبالتالي يكون هذه هي إجابتنا الآن اختر طريقتك أبناء بناتي أوجد محيط دائرة قطرها خمسة عشرة مترا مقربا إلى أقرب جزء من عشرة ونستطيع أن نستعمل إما الطريقة الأولى أو الثانية تفضلوا يا مبدعين تفضلوا يا مبدعين هاي مبدعين وصلتوا لإجابة مبارك الله فيكم إذن نستطيع أن نجيب على هذا السؤال بهذا الشكل فنقول المحيط يساوي طاء مضروبا في القطر صح ولا يا ابطال وبعد ذلك نقول أنه يساوي تقريبا ثلاثة فاصل أربعة عشرة جزءا من مئة مضروبا في القطر كم؟ خمسة عشر وبالتالي يساوي تقريبا سبعة وأربعين وواحد أبنائي بناتي من عشرة متر إذن بهذا الشكل أبنائي بناتي نكون وصلنا إلى إجابة هذا المثال واستعرضناه وإياكم لدينا مثالا سادس هنا مثال من اختبار يوجد في عجلة الكرسي المتحرك أسلاك نصف قطرية داعمة تمتد من العجلة إلى طرفها فأي الطرق الآتية يمكن استعمالها لإيجاد محيط العجلة المجاورة وهنا وضح لأبنائي بناتي المسافة بين إطار العجلة أبنائي بناتي ومركزها ثلاثين سانتي مترا وضع لي ألف با جيم دال هل نستطيع أبنائي بناتي أن نحدد الإجابة؟ ما رأيكم هل مباشر أختار اختيار؟ لا لا بد أن نتبع مجموعة من الخطوات الخطوة الأولى هنا أولا أقرأ كي تجد محيط عجلة الكرسي المتحرك تحتاج إلى معرفة طول نصف قطرها وهنا أوجد موجود لدينا طول نصف القطر إذن أستطيع أن أقول الحل أستعمل صيغة محيط الدائرة محيط الدائرة يساوي اثنان مضروبا في طاء مضروبا في نصف القطر تنص الصيغة على أن محيط الدائرة يساوي مثلي حاصل ضرب طاء في نصف القطر لذا يكون الفرع دال أو الإجابة دال هي الإجابة الصحيحة إذن أبناء براتي نستطيع أن نحددها بهذا الشكل ونكون حددنا الإجابة الصحيحة لهذا المثال إذن منها ننتقل إلى التدريبات وهنا يقول أوجد نصف القطر أو القطر لكل دائرة مما يأتي وهنا أبناء براتي لدينا السؤال الأول والثاني أترك بريديكم تفضل يا مبدعين ترجمة نانسي قنقر هاي مبدعين أجبت على هذه الأسئلة بارك الله فيكم إذن السؤال الأول لدينا هنا القطر يساوي ثلاثة متر إذن حتى أوجد أبناء بناتي نصف القطر فسأقسم ثلاثة على إثنان فيكون الناتج واحد وخمسة من عشرة متر بارك الله فيكم السؤال الثاني هنا يقول نصف القطر أربعة عشر سنتيمترا حتى أوجد القطر أبناء بناتي أضرب نصف القطر في كم في إثنان فيكون أربعة عشر مضربا في إثنان يساوي ثمانية وعشرون سنتيمترا إذن بهذا الشكل أجبنا على هذه الأسئلة الآن ننتقل إلى هذا السؤال وهنا يقول قدر محيط كل دائرة مما يأتي السؤال الرابع والخامس بين أيديكم تفضلوا يا مبدعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وهنا في السؤال خامس قطر هل أستطيع أن أخرج أو أصل إلى المحيط بمعلومية نصف القطر أو بمعلومية القطر نعم نستطيع فلذلك أبناء بناتي بأي طريقة تراها مناسبة تستطيع الوصول نستطيع هنا في السؤال الرابع نصف القطر أربعة كم سيكون القطر مبدعين ثمانية إذن أستطيع مباشرة نقول محيط الدائرة نساوي طاء مضروبا في القطر إذن أبناء بناتي طاء تقريبا تساوي ثلاثة مضروبا في ثمانية وهو القطر إذن يساوي أربعة وعشرون سانتي مترا تقريبا السؤال الخامس لدينا هنا القطر واحد وعشرون إذن مباشرة أقول المحيط يساوي طاء مضروبا في القطر وطاء تقريبا تساوي ثلاثة ثلاثة ضرب واحد وعشرون تساوي ثلاثة وستون ملي مترا تقريبا بارك الله فيكم إذن بهذا الشكل أجبنا على هذه الأسئلة لدينا هذا السؤال أبناء بناتي أوجد محيط كل دائرة مما يأتي مقرب إلى أقرب جزء من عشرة ويقول أستعمل طاء والتي تساوي تقريبا ثلاثة واربعة عشر جزءا من مئة تفضله يا مبدعين هاي مبدعين وصوت الإجابة بارك الله فيكم حتى نوجد المحيط أبناء بناتي أضرب بارك الله فيكم طاء في القطر أو أضرب اثنين في طاء في نصف القطر إذن تستطيع بأي طريقة توجدها أبناء بناتي لدينا في السؤال السابع هنا أبناء بناتي سأقول المحيط طاء مضروبا في القطر إذن القطر ثلاثة عشر وطاء ثلاثة فاصلة أربعة عشر جزءا من مئة فسيكون المحيط أربعين وثمانية من عشرة تقريبا أبناء بناتي إذن بهذا الشكل أوجدناه في السؤال السابع في السؤال الثامن هنا نصف القطر سبعة إذن أستطيع أن أقول اثنان في طاء في نصف القطر وكذلك أستطيع أن أقول نصف القطر سبعة إذن القطر كم سيكون؟ أربعة عشر إذن أستطيع أن أقول المحيط طاء مضروبا في القطر والقطر هنا أربعة عشر أضربها في ثلاثة وأربعة عشر جزءا من مئة فسيكون الناتج تقريبا أربعة وأربعون مترا الآن ننتقل إلى هذا السؤال وهو آخر سؤال معنا لهذا اليوم اختيار من متعدد تعرف آمنة محيط الأرض حول خط الاستواء وترغب في إيجاد نصف قطر الكرة الأرضية فأي الطرق الآتية يمكن استعمالها لإيجاد نصف القطر وأعطانا هنا أربع إجابات ألف ضرب المحيط في القطر بق قسمة المحيط على طاء ثم على إثنان جيم ضرب المحيط في طاء دال قسمة المحيط على طاء ثم الضرب في إثنان تفضل يا أبطال فكروا بالإجابة هاي مبدعين صالة الإجابة مبارك الله فيكم آمنة تعرف محيط الأرض حول خط الاستواء إذن ستكون أبناء بناتي الطريقة التي تستعملها لإيجاد نصف القطر هي مبدعين بقسمة المحيط على طاء ومن ثم على إثنان بارك الله فيكم على طاء سيعطيني ماذا؟ القطر ثم أقسمه على إثنان حتى يعطيني نصف القطر كما طلب إذن بهذا الشكل توصلنا إلى الإجابة ومع هذه الإجابة نكون وصلنا إلى ختام درسنا لهذا اليوم تقبل فايق التحية والاحترام في أمان الله ترجمة نانسي قنقر